اشتركوا في القناة اينما كنتم وطابط اوقاتكم كابسولة جديدة من حكاوي شفنا حضراتكم الفيديو اللي كله اكاذيب وهرتلات والله ما هم فاهمين حاجة العلم دي هو تعريبا الود دمير ده اللي هو بتاع دكتور الحمير ده هو السبب في اللوسة اللي عندهم دي بسبب الفيديوهات الكدبة اللي بيعملها وشوية الكتب القديمة اللي معرفش جايبة منين اللي كلها تخريف معرفش جايبة منين وعمال يخرف وياكل في دماغهم وهم مصدقينه وان شاء الله هيتنوا لما يعملوهم يعني اكتر ما هم متنعيلين بستين نيلة عليهم وعلى ايامهم قال ايه وجدة مدينة وجدة قرقوبية اصلا واللي استعمار اقتطاعها واداها للمغرب الشريف هي والمدن اللي حواليها يعني مش واجدة بس واجدة والمدن اللي حواليها اه طبعا اه هرتلة وافطراء على التاريخ يعني يعني ما عديدهم ولا يشترقوها امامهم ده طمعوا في كل حاجة مغربية يعني ده جبل طبقال قالوا انه تسرق من عندهم مغرب سرقوا من عندهم فبجملة بقى الهابل والعاته يعني عشان كده انا هرد على الفيديو ده جماعة واعقب على الفيديو ده مش اعقب بسرد تاريخي والحواديت يعني اتقص التاريخ مش هيجدب يعني لكن انا هرد عليه في بعض النقاط يعني هما بيقولوا انه كل الخرائط القديمة حتى عام الف وتممية خمسة واربعين بتؤكد ان وجدة وكل ما جاورها شرق نهر ملوية ارض قرقوبية هو عام الف وتممية خمسة واربعين كان في حاجة اسمها القوة الضريبة ولا دويلة قرقبيان العظمة ولا دويلة محسن كان في حاجة من دي يعني يعني ما هو خلينا بس نتكلم بواقعية كان في حاجة زي دي كان المغرب الاوسط والمغرب الاقصى المغرب الاوسط اللي هو دلوقتي دلوقتي تونس ودويلة قرقبيان بعد ما عملوا الحدود والمغرب الاقصى كان المملكة المغربية الشريفة بجغرافيتها المعروفة بما فيها الصحراء الشرقي يعني كانت العملية سايحة على بعضها يعني لا كان فيه ما كانش لسه دويلة قرقبيان القوات ضربة في عمق الزفت على دماغهم ما كانش لسه لها وجود ولا حد يارف عنها حاجة ولا حتى الاسم ما كانش موجود يعني اسس مدينة واجدة يا جماعة زيري بن عطية المغراوي في عام تسعمية اربعة وتسعين ميلادي زيري بن عطية هو امازيغي بينتمي لقبائل امازيغية وانا برضو مش هحكي في تاريخ لكن اللي عاوز اقوله لهم انه الامازيغ بدأوا في المملكة المغربية الشريفة وانطلقوا الى افريقيا من خلال المملكة المغربية الشريفة لصحراء افريقيا وشمال افريقيا يعني كل القبائل الامازيغية الموجودة في افريقيا لها جزور في المملكة المغربية الشريفة دلوقتي احلوه الامازيغ واحلوة القبائل الامازيغية لما بيقولوا انه هو مش عارف كان في تلميسان ولا معرفش كان فين عندهم يعني احلووا دلوقتي وعرفوا ان الامازيغ كانوا من دولة قرقبيان العصمة طب ما تدوا فرحات مهنة وجمهورية القبائل استقلالها بقى لما هم حبيبكوا كده وانتوا عارفين ان لهم افضل عليكم وبتتمحاكوا فيهم ما تدوا بقى جمهورية القبائل استقلالها بقى بدل ما انتم بهدلينهم اخر بهدلة لما هم اقدم منكم واصحاب الارض وده انتم عندكم دراسات بتقولين الامازيغ كله قبل ادم يعني انتم اللي بتقولوا فالاجدى والاحرى انتم تدوهم بقى استقلالهم يعني يعني لما بتقولوا زيري بن عطية ده امازيغ من عندنا وهو اللي اسس مدينة واجده طب اددوا الامازيغ حققهم بقى اددوا اخوانا الامازيغ اللي عندكوا حققهم تحققهم بقى بيغلطوا نفسهم يا جماعة وبيغلطوا التاريخ يعني الصنهجية قبائل الصنهجية اللي بينتمي لها زيري بن عطية والقبائل اه اه ابا زياد زيادية كلهم من اصول مغربية كلهم من اصول مغربية فهو اسس مدينة واجده واحطها باسوار اه كبيرة وبالمناسبة مدينة واجده بتعتبر المدينة رقم اتنين على مستوى العالم في عدد المساجد يا جماعة بها اكتر من ربعمية مسجد وهي بعد مدينة اسطنبول في تركيا في عدد المساجد على مستوى العالم مدينة لها تاريخ ولها باع من البطولات ولها يعني اخواني المغربة قاطني واجده لهم تاريخ بيحكي عن نفسه يمكن انا اكتطرقنا قبل كده يعني لحاجات من هذا القبيل منها محمد الخضير الحموتي مثلا باع في النضار وباع في مساعدة الثورة القرقوبية وغضروا بيه زي ما قلتلكوا وقتل على ارض القوات ضاربة الاسم بتاع واجده ده يعني الاسم حتى اسم المدينة عائد الى وقعة مغربية وهي ان سليمان الشماخ اللي هو كان مساعد للملك المغربي او كان من ضمن الخدم يعني للملك المغربي ادريس الاول باعاز من العباسيين وضع السم للملك ادريس الاول وتمكن من قتله فطردوا اخوانا المغربة الى ان لحقوا به في هذا المكان وانتقموا منه يعني وجدوه في هذا المكان ودي الرواية القريبة جدا من الصحة يعني وجدوه في هذا المكان وانتقموا منه جراء ما فعلته تجاه الملك ادريس الاول وسميت مدينة وجده لانهم وجدوه في هذا المكان المرابطين فتحوها دولة مرابطية في المملكة المغربية الشريفة فتحوها في عام الف تلاتة وسبعين وبقيادة يوسف ابن تشفين والمرينيين ايضا فتحوها عام الف ماتين اتنين وسبعين على يد السلطان ابي يوسف يعقوب المريني يعني المدينة كانت زاخرة بالتاريخ ولها تاريخ حافل مرتبط بكل الاسر التي حكمت المملكة المغربية الشريفة على مدار قرون وقرون وقرون لما جمعوا العثمانيين قعدوا في البقعة اللي هي مجاورة لان هي بتقع على الحدود بينها وبين دولة قرقبيان مع كم كيلو متر يعني لما جمعوا العثمانيين قعدوا فكانت الوجدة مسرح لهجمات العثمانيين في محاولة منهم لفتح المملكة المغربية الشريفة وفي كل مرة كانوا بيفشلوا وفعلا لم يتمكنوا ابدا من دخولها ولا احتلال المملكة المغربية الشريفة كمان لما جات فرنسا اللي بيقولوا انها اقتطعتها بقى يعني لما اللي بيقولوا انها اقتطعتها هؤلاء المجانين مش بقولوكم الواد دمير دا بتاع الحمير دا هو خرب دماغهم والله الواد بيجيب حاجات كلها كدب في كدب وعمال يتكلم والبقر ماشين وراه يعني درجة انه معرفش بتاع حزب ايدر اخر طالق يقول دا قرقوبية وهنا استردها تسترد من ياه بل تسترد مين يا عم تدوم الصحراء للشريفة بتاعتهم يا عم دا تلمسان بتاعتهم وتندوف بتاعتهم ما تخلوا عندكم دم بقى وارجعوا للتاريخ صحي بقى دا تقول قرف قرفتونا قرفتونا بالكدب دا دا انتوا فعلا مسكسكين خالص يعني ايه دا ايه اللي احنا فيه دا جم الفرنسيين برضو عارفين ان مدينة واجدة هي المفتاح لدخول الفرنسيين للمملكة المغربية الشريفة قعدوا فترات طويلة جدا يعني يعملوا هجومات وهجوم عليها في محاولة الفتحة ويفشلوا 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 الى بسبب مقاومة اهلها المغربة البواسل اللي كانوا حرصين جدا ان فرنسا لا تتقدم وتسيطر على مدينة واجدة الى ان تمكنت فرنسا من احتلالها عام الف وتسعمية وسبعة اه بعد مرات من الفشل اه في دخول المدينة لكن اه المدينة كانت قائمة بذاتها المدينة شاهدة على عصور الحكم او الاسر التي حكمت المملكة المغربية الشريفة المدينة قاومت المستعمر العثماني وقاومت الفرنسيين زي ما بقول لحضراتكم حتى عام الف وتسعمية وسبعة ويبقى السؤال اين كانت دويلة المحسن في كل هذه الحواديد يعني يعني كانت فين دويلة المحسن يعني زي ما بيقولوا كده ان اهل واجدة كمان خانوا الخواجة عبدالقادر بالعكس التاريخ بيقول ان انطلاقة الخواجة عبدالقادر في مقاومته في البداية ضد فرنسا كانت من واجدة ومن اهل واجدة وكان لهم دور فعال في مسندة ودعم الخواجة عبدالقادر الى ان خان ولعب مع فرنسا وراح وقعد يعني الحدودة بتاعت الخواجة عبدالقادر كمان واجدة زي ما بقول لحضراتكم كان لها دور كبير جدا جدا في مسندة الثورة القرقوبية دي الازاعة ازاعة واجدة اللي كانت منطلقة من ارض واجدة التدريب والدعم واللي كان بيروح عن طريق واجدة لهؤلاء يعني دعم المغرب الشريف كله كان بيروح لهم عبر الحدود مع واجدة وفي الاول وفي الاخر يرجعوا ويقولوا ان واجدة مدينة قرقوبية يعني انا معرفش فاضل ايه تاني يعني اقول ايه الله يلعن اللي ما يحشم وياخد اللي ما عندوش دم والله العظيم بجد فعلا انه القرقوبية سادة دول عالم مجانين ربنا ياخدهم لان فعلا عرفونا عرفونا جدهم القرف يعني انا هقول ايه تاني ما اصلا عقد افصر لهم تاريخهم ما عندهمش تاريخ ولا عندهم جغرافيا ولا عقدة الهوية وانعدام التاريخ مجنناهم عايزين يخلقوا تاريخ باي اقول لك على حاجة روح اسأله ماكرون قبل ما تخش فرنسا او بعد ما دخلت فرنسا عندكو لقت ايه اعتقد ان ماكرون رد عليكو وقال لكو ما كانش ليكو وجود اصلا وده بابا ماكرون يعني مش هيجدب فارحمونا بقى ويعني الاولى والاجدة انكو ترجعوا المدن اللي انتو سرقنها وترجعوا الصحراء الشرقية اللي هترجع هترجع بمزاككو او غصب عنكو للمملكة المغربية الشريفة مش تقولولي وجده قرقوبية ده تكونيلا كل التحية والتقدير والاحترام لكم ساعدت بكم وساعدت بجودي معكم دعواتي بان يشفي الله كل مريض يتألم ولا يحرمنا ابدا من احبابنا رب العالمين تبتم اينما كنتم وطبط اوقاتكم عاشت مصر وعاش المغرب ولا عاش ابدا من عادهما ولا خانهما ودائما وابدا وما حييت اقول ان العروبة ليست دولة انما العروبة وطن لمن يعي ويفهم ويعقل معنا كلمة وطن كل التحية والاحترام واشوفكم في كابسولة جديدة ومش هتاخر عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته